بيجيبوا شبهة بقولوا أو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما ولي أو استخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم فممسكوا كلمة فلا طاعة لي عليكم طوال بقولوا إن معناها نخرج على الحاكم هذا غلط الكلمة لمعناها فلا طاعة لي عليكم أي في المعصية أطيعوني ما أطعت الله فيكم يعني أنا لو أمرتكم بطاعة أطيعوني فيها فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم أي يعني لو أمرتكم بالمعصية فلا تطيعوني في هذه المعصية وده بيشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف رواء البخاري يعني الحاكم ده بطيع في المعروف وأيضا في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لو أبوك لو أمك لو الحاكم لو الدنيا كلها أمرتك بإنك تعصي ربنا تشرب خمرة تزني تسرك تقتل زول ده حرام ما بجوز ولا الطع في وزول ده المفهوم لكن ما معناه فلا طاعة لي عليكم خلاصة الله برق الشارع وخرجنا خرجنا خرينا بتعشنه أنت أفهم الحديث في الأول بعدين النبي صلى الله عليه وسلم أو أفهم الأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من ولي عليه والين ده في حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري ومسلم قال إلا من ولي عليه والين فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله قال ولا ينزعن يدا من طاعة شوف ربط لك من الأمريم مع بعض يكره ما يأتي من معصية الله معصية دي له عمل حاكم ولا عمل محكوم أنت تكره ما يأتي من المعصية من الظلم والفجور والجور والآخره لكن قال وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فيبقى ما فيه الكلام ده حج نمشي رابعا استدل بخروج الحسين ابن علي رضي الله عنهما واستدال باطل من وجوه أولا الحسين رضي الله عنه أرجع كتب التاريخ كتاب من هاج السنة النبوية ابن تيمية وغيره من الكتب الحسين طلب منه الشيعة إنه يجيهم ويخرج إليهم وقالوا ليه ليس علينا إمام فهو قد غرر به هذا واحد اثنين الحسين رضي الله عنه نصحه من نصحه من الصحابة منه ابن عمر ومنهم أخوه محمد بن الحنفية الحنفية ذي أمه وهو دعال ابن أبي طالب نصحه قال ليه ما تخرج إليه كويس خرج الحسين لما وصل هناك وجد إنه الأمر خلاف ما ظنه وخلاف ما وصل إليه بعد ذلك طلب من الأمير بتاع يزيد ما قابل يزيد مباشرة طلب من الأمير بتاع يزيد قال له إما إنك تتركني أنا أرجع إلى أهلي وإما إنك أنت تخلينا أنا أقاتل في الحدود الإسلامية الكفار وإما التالت تخلينا أنا أمشي ليزيد وادعمي أنا أمشي معه هذه الخيارات التالت ذكر ابن تيمية في منهج السنة النبوية فرفض إليه ذلك الرجل الظالم ابن زياد وأصر على قتله ولم يأذن له بذلك يزيد ولا أمره بذلك لكن ابن زياد رجل خبيث ورجل ظالم فقتل الحسين وما مكن من واحدة من الخيارات التلاتة ولذلك قال ابن تيمية وغير من أهل العلم إن الحسين رجع من رأيه وإن قلنا بإن الحسين خرج فقد رجع من رأيه في آخر الأمر فلا يستدل بفعله إطلاقا فقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه خامسا قال خروج بن الزبير هذا صحابي جليل أول من ولد في المدينة فابن الزبير أيضا ما خرج ليه لأن الأمر بعد وفاة يزيد ابن معاوية ظل الأمر مترددا وليس على المؤمنين أو المسلمين أنا ذاك إمام عام ما كان عليهم إمام وابن الزبير بويع في مكة والحجاز ودانت له مكة والحجاز فهو أصلا يعني ما كان فيه إمام عام على المسلمين عشان نقول خرج على فلان ما كان فيه أصلا لأنه كان بعد وفاة يزيد عشان كده نازل ما قالوا التاريخ ولا عرفوا والواحد منهم مشا قرأ لقوا صاصات بتاعة رسائر مرستها في الواتساب والفيسبوك صدقه وعمل دين له وبيقى بغرر بالناس ويضلل في المسلمين ياخي نحن ما قضيتنا العظمى الآن مش كونه انت طلعت مظاهرة ولا ما طلعت ده ما قلنا حرام انتهى الموضوع لكن القضية العظمى كونك تسوق ده في الدين وتقول ده في دين الإسلام وده من الدين تمشي تعمله كده ياخي ده غلط ياخ كلام ده باطل